اهلا وسهلا بكم احبائي لحلقة فيها تأملات قصيرة مركزة في انجيل يوحنى والمسيح بجلالة عظمته وقدرة مجدو في انجيل يوحنى وصلنا لأصحاح 12 وهنشوف في الجزئية اللي جاية دي دخول المسيح الملك الوديع لأورشاليم على جحش ابن أتان ومعانيها النبوية والأشياء العملية اللي بنتعلمها من الحدثة الشهيرة دي هنحن وصلنا أحبائي إلى جزئية شهيرة وهمة ذكرت في البشائر الأربعة وهي دخول المسيح الانتصاري إلى أورشاليم على جحش ابن أتان كالملك الوديع الهادي بحسب النبوات ودخل في التوقيت الإلهي المعين اللي هو عيد الفصح بالضبط زي ما أصد الرب في خطته اللي فيها بتقدم الدبائح فدية عن خطايا الشعب وده بالضبط اللي كان المسيح عمله بالفعل عشان يوضح لكل الشعب أنه هو المسيح فصحنا الذي دبح من أجلنا وضح لنا النقطة دي الرسول بوليس في كورونس قولة خمسة آية سبعة دخل المسيح راكبا على جحش متواضع ودخل تحت مضلة وأقواس النصر مش حاجات جبارة لكن عبارة عن صعف نخيل والناس كلها كانت بتهتف بصوت عالي وتحيي كملكهم ويقولوله مبارك الآتي باسم الرب وصلنا في الأعالي وده طبعا اقتبسات من العهد القديم عن المسيح الملك الآتي لخلاص العالم مثلا في مزمور 118 وأماكن تانية وده كانت طريقة للمناداء يعني معهودة للمناداء بإرسالية المسيح بطريقة لا يخطئها أحد العبارة دي قاصرة على المسيح لكن للأسف مع الوقت لما تبين لهم أن يسوع مش هيحقق لهم أمالهم وبالتخلص من الرومان واستعالة المملكة مملكة داود المجيدة اللي كانوا بيحلموا بيها دايما تحول عنه كثيرين قالوا لا يا عم يفتح الله مش هو ده اللي احنا عايزينه وهنا بنشوف أحبائي العبادة المبنية على الفضول والاهتمام الوقتي أو الشعبية الوقتية بتكون مش من القلب بتكون مش جدية بتتبخر بسرعة فأي حاجة تيجي تهزها وتوقعها من الآيات التالية هنشوف بعد كده بتتكلم الآيات دي عن موت المسيح بطريقة رمزية ويقول للرب فيها العبارة الشهيرة دي قد أتت الساعة ويشبه المسيح موته بوقوح حبة حنطة للأرض وزي ما بتموت حبة الحنطة المزروعة تحت الأرض علشان تأتي بثمر كثير من خلال سنابل القمح حبة واحدة بتطلع حبات كثيرة جدا هكذا مات المسيح ليبين بسلطانه على الموت وقيامته بتثبت سلطانه على الحياة الأبدية كمان وسلطان أبدي سلطان أنه يهب الحياة يهب الحياة الأبدية لكل من يؤمن وقيامته أوجدت لنا الخلاص والرجاء لحياة أبدية مجيدة زي ما قام هو هنقوم معه أخيرا بيقول للرب كلمات مهمة بعد هذا المثل عن موته أنه المبدأ الموت لا يسر فقط عليه هو بل على أتباعه أيضا وده لأنهم تلميذه ولأنه قال يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه فاكرين قالها في متى عشر خمسة عشرين فنحن كتلميذه ممكن يجي الوقت على فكرة وقت تفني حياتنا من أجله ونستشهد لأجله لأجل الإنجيل ونعيش حياة التكريس والشهادة مثله قال الرب من يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية في نفس الآية دي في الأفس الأصحاح ده في آية خمسة عشرين ممكن بتتكلم العبارة دي عن التزامنا بالمسيح وبالحياة معاه ومن أجله إلى درجة أننا نبغض حياتنا بالمقارنة بدرجة تكريسنا وتركيزنا عليه فنخلي بقنا من الحتة دي يعني رب عايز تركيز نكون مبيعين ليه بالكامل طبعا لا يعني هذا أن احنا نكره الحياة ونتمنى الموت لأنفسنا ما بيقصدش كده أبدا الرب احنا نحاول نتخلص من حياتنا وننتحر وكلام ده لكن بنعمة الرب احنا يعني نكون الاتيتيود بتاعنا أو الاتجاه للقلب بتاعنا والفكر بتاعنا ان احنا نكون مستعدين للتضحية من أجله في أي وقت وبأي طريقة الرب يسمح بيها هو مات من أجلنا وضحب حياته لأجلنا وبموته صار لنا الحياة وبقيامته صار لنا غفران للخطايا فاحنا زي ما قال كده الرسول قال وهو مات لأجل الجميع لكي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم لكن لذاك الذي مات من أجلهم وقام ربنا يدينا يكون عندنا قوة الإيمان وصلابة اليقينية والثقة المطلقة في الرب إنه إن عيشنا فللرب نعيش وإن موتنا فللرب نموت إن عيشنا وإن موتنا فللرب نحن وإذا الرب سمح أن حياتنا تنتهي بسبب الإنجيل ليكن ليكن لمجده وأكيد فيه أكاليل وأكيد فيه أمجاد مكافئات لمن يضحب حياته لأجل المسيح زي ما نوهت قبل كده الرب قال إنه محدش بيضحب أي حاجة من أجله إلا وينال فيه مئة ضعف في هذا الظهر وفي الظهر الآتي أيضا حياة أبدية صلي من كل قلب يا حباء إنه يكون ده اتجاه قلبنا كلنا ويكون مستعدين للتضحية بكل شيء من أجله حتى حتى حياتنا لو أمكن ولو استدعى الأمر لو كان ذلك من أجل تمجيد اسمه اللي يكون فهو فعل هذا لأجلنا بالحقيقة وبتوقع نحن نبدل نفس الحب والتجريس لإلهنا كل المجد ربنا بارككم أشوفكم الحلقة القادمة ربماكو